مبارح المركز الإعلامي لمجلس الغزرة نشر تقرير حول توسع الدولة في دعم الصناعة الوطنية عشان تكون قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة التقرير استعرض القدرات التحفيزية لأداء القطاع الصناعي ومؤشرات أداءه واللي أدت لزيادة قيمة الإنتاج الصناعي بنسبة وصلت لـ 163.8% كمان التقرير أكد أن معدل نمو القطاع الصناعي وصل لي 6.3% ده بالرغم طبعا من تدعيات أزمة كورونا طبعا شفنا مدن مدينة الروبيكي مدينة دميات الأساس شفنا كمان صناعة البتريكوميويات بعد كمان مصر بقت الغاز الطبيعي بقى عندنا اكتفاق ذاتي من 2018 فصناعات كثيرة والدولة تدعم كل الصناعات حتى الصناعات الصغيرة والمتوسطة